السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولادي بناتي عاملين ايه? يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة ان شاء الله انا هنعمل لبن. هنحوله ان شاء الله لجبنة قريش. دول اتنين كيلو لبن. اه فضتهم في العلبة دي. هنسيبهم كده اربعة وعشرين ساعة ان شاء الله. في مكان يعني كده يكون امن. اه مطلوهوش ايد عشان ما يتهزش. ان شاء الله هنشوفكم بعد اربعة وعشرين ساعة. يعني اه تاني يوم باذن الله. وحنوريكم ايه اللي هيحصل ان شاء الله. ونشوفكم بقى ان شاء الله بكرة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح الحليب. صباح الاشتاء. النهاردة ان شاء الله. هنكمل بقية الجبنة القريش. هنفتحها النهاردة. عد عليها اربعة وعشرين ساعة. وحنشوف اه ان شاء الله. اه اللبن بتاعنا عمل ايه? دلوقتي احنا هنلم بقى من هنا كده. الاشتاء او ايه? كريمة اللباني. اللي اللبن بتاعنا عمل ايه? دلوقتي احنا. 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 اشتركوا في القناة بالراحة طلعت الكمية الحلوة دي معقولة يعني شوية الحمد لله كده هنجيب صنيق مصفى وحطى تحتها بولا علشان هنصفي اللبن ده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على النبي اللهم صلى الله عليه系 اللهم صلى على half you ونسيبها لحد ما تتصفى خالص ونسيبها كده لمدة ساعتين يا جماعة وهنرجع لكم ودى الوقت يا حبيبي هنفتح عدد الساعتين هنفتح على الجبنة ما شاء الله الله هو اكبر يعني حتة حلوة ايه ما شاء الله على بتاع كيلو اللي ربع هي طعمها روعة 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 ما شاء الله دى الوقت انا هنحطها في العلبة دي ودخلها التلاقة ان شاء الله وكده الجبنة بتاعتنا الحلوة دي بقت جاهزة للأقل انا ما حتطلهاش اي ملح ولا اي اضافات هنطلع حتة حتة لما نيجي ناكلها ونحط لها الملح بكمية الجبنة اللي طلعت وكمية الاشطاء او الكريمة اللباني اللي طلعت منها ما شاء الله طعمها والله جميل او حيعجبكم اتمنى ان انتو تجربوها باذن الله وما تنسوناش من دعمكم بقى والاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير برك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة